عباس يقول زوجتي مقصر معاي زوجتي مقصره اياه وهو ما مقصر معاها اذا تسمعني زوجة عباس شوفي يا اختي الكريمة الزوجة عليها واجبات شرعية مو انه واجبات اجتماعية والله حتى تنظف البيت وتعدل كذا هذه قضايا عرفية هذه مو انه ضمن الواجب الشرعي ولكن اكو شيء اسم حق الزوج حق الزوج في الاستمتاع حق الزوج في الزوجية هو في الواقع لما يطلب زوجتي لا بد ان الزوجة ماذا تمكنه ولا يجوز لها ان تتنصل واذا هي قصرت في هذا المجال تعتبر ناشز ناشز يعني يقدر ان يقطع عليها شنو يقطع عليها النفقة يقول ما دام انت مقصر معي انا اقصر معاك وانا ما اتكلم في الجانب هذا انه اذا انت تقصري انا اقصر اقول انت من ضمن واجباتك الشرعية التمكين وعلي حال اعطاء حق الزوج والروايات الواردة في مسألة طاعة الزوج في هذا المجال فتشيء عجيب غريب يعني المرأة التي تقصر في هذا تلعنها الملائكة تلعنها كذا فتشيء غريب يعني لو ترجعين او تسمعين بعض الروايات في مسألة حق الزوج انصافا تهز اركان الانسان وننصحك انه لا تقصرين في حق الزوج فان الزوجة له حق لا يمكن ان انت ماذا تصادره والله انا ما لي خلق انا والله ما عندي رغبة انا مشغولة هذا كله لا يجوز للمرأة حتى لو كانت صايمة عصوم المستحب ما يجوز لها ان تاخذ ولا انه تفعل امور مستحبة وزوجها بحاجة اليها اشتركوا في القناة